اشتركوا في القناة مرحبا بكم في حصة جديدة من حصة القراءة المتعلقة بالمستوى الرابع ابتدائي الجديد في اللغة العربية المستوى الرابع ابتدائي اذا في هذه الحصة سننجز النص الوظيفي الثالث من الوحدة الاولى الصفحة 24 اذا كالعادة نستهل حصص القراءة باسئلة تهيئية لاحظوا معي هنا اتهيأ للقراءة ثم لاحظوا معي هذه الصورة تمثل خريطة للمغرب نعم وقد وطن فوقها العالم المغربي بالنجمة الخماسي الخضراء واللون الاحمر اذا السؤال الاول كم عدد كلمات العنوان لاحظوا معي العنوان كما تلاحظون بلاد الوحدة والحرية اذا كما تلاحظون فعدد كلمات العنوان هي ثلاثة اذا هناك ثلاث كلمات اذا عدد كلمات العنوان ثلاثة لدينا بلاد ثم الوحدة ثم الحرية السؤال الثاني أوضح معنى كل كلمة على حدة إذن سوف نوضح كل كلمة من كلمات العنوان لدينا كلمة بلاد تعني هي موطن أو مكان ثم لدينا الوحدة الاتحاد والاتفاق والانسجام ثم لدينا الحرية هي ممارسة الحقوق والواجبات والتمتع بها مع احترام حرية الآخرين إذن هي الحرية هي أن تتمتع بحقوقك وتؤدي واجباتك مع احترام حرية الآخرين هذه معنى الحرية وليست كما يظن البعض ثم لدينا ماذا أفهم من العنوان العنوان هو بلاد الحرية أو بلاد الوحدة والحرية ما يمكن أن نفهم من العنوان إذن فالعنوان هو بلاد الوحدة والحرية بلد المغرب هو موطن الحرية والديمقراطية والاستقرار حيث يسود التعايش والتآخي بين جميع أفراده وجماعاته ثم السؤال الرابع نعم ماذا لدينا بماذا توحي عناصر الصورة لاحظوا معي هذه الصورة كتب هنا مغرب موحد قوي في قلب كل مغربية ومغربي أفتخر بك يا وطني وأعتز بك إذن ماذا توحي هذه العناصر المكتوبة نعم في الصورة ماذا نقول توحي عناصر الصورة أن وحدتنا في قوتنا إذن وحدة المغاربة في قوتهم وقوتنا في وحدتنا والعكس إذن نفتخر ببلدنا وندافع عنه ونضحي من أجله بالغالي والنفيس من طنجة إلى القويرة يعني هنا وندافع على كل شبر من تراب وطننا السؤال الخامس ما الذي يجمع بيننا نحن المغاربة إذن ما هي الأشياء التي نعم تجمعنا نحن كمواطنين مغاربة نعم الذي يجمع بيننا نحن المغاربة هو وحدة الوطن وحبه والدفاع عنه في إطار التعاون والتأذر والتسامح بين جميع مكوناته ثم لدينا ماذا نعرف عن المغرب وتاريخه نعم ماذا نعرف عن المغرب وتاريخه ويمكن أن نقول هنا ما نعرف عن تاريخ المغرب أنه ذو تاريخ عريق يمتد لقرون نعم فالمغرب لديه تاريخ عريق نعم يمتد لقرون طويلة وهو بلد التنوع الثقافي والعرقي والديني كذلك بلد التسامح والتعايش والاستقرار نعم لدينا كذلك ما بعض المعالم الذي يمكن توطينها على الخريطة مدن أو جبال أو حدود إذن هنا لديكم الخريطة يمكن أن توطنوا مجموعة من المدون ممكن أن توطنوا جبال الأطلس المتوسط والأطلس الكبير والصغير كذلك يمكن أن توطنوا مدن الصحراء المغربية مدن الشمال إلى آخره إذن هنا سوف أعطيكم بعض التلميحات فقط لكي تقوموا برسمي ممكن أن تعيدوا رسم هذه الخريطة وتوطنون المدن والجبال والتداريس إلى آخره إذن هنا يمكن لكم ترسموها لأن هنا في أقصى الشمال هنا كينا طنجة بلا ما نكتبها هنا كينا طنجة ثم هنا كينا تطوان نعم طنجة ثم هنا أصيلة نجيول هنا كينا الضار البيضاء وهنا الرباط هنا كينا أسفي هنا كينا العيون هنا كينا الطرفاية هنا كينا بوجدور وهنا يمكن لنكتب الصحراء المغربية وهنا الصحراء المغربية هنا لدينا الحدود الشرقية الحدود مع دولة الجزائر ثم هنا لدينا الحدود مع موريطانيا إلى آخره هنا يمكن أن نوطن ماشئنا الجبال والحدود والمدن ثم لدينا أتوقع مضمونا أو توقع موضوع النص هنا لدينا بعض المعالم التي يمكن توطينها على الخريطة من مدن والجبال وحدود يمكن أن نوطن على الخريطة جبال أطلس الكبير والمتوسط والصغير ثم بعض المدن الكبرى كالرباط والدار البيضاء وفاس ومكناس ووجدة إضافة إلى مدن الصحراء المغربية كالعيون والداخلة والطرفاية والقويرة إلى آخره إذن هذه يمكن أن ترسموا الخريطة وتوطنون ما شئتم من المدن والحدود والجبال يمكن أن نتوقع ما يليه إذن يمكن أن نتوقع بأن النص يتحدث المغرب بلد الحرية والتعايش والتضامن ممكن أن نتوقع هذا التوقع المغاربة يعتزون بوطنهم ويفتخرون بهويتهم ممكن أن نقول مثلا تاريخ بلدنا المغرب تاريخ عريق إذن هذه بعض من التوقعات سوف نتأكد من صحتها بعد تناولنا للنص إذن نقرأ النص قراءة معبرة بلاد الوحدة والحرية اتكأ جد سلوى على وسادة كبيرة واقترب منه حفيداه ليحكي لهما كعادته إحدى حكاياته العجيبة قبل النوم لكن حكاية الليلة ليست كباقي الحكايات قال الجد شيد أجداد الأمازيغ حضارتهم بالمغرب فعاشوا فيه أحرارا لا يكدر صف عيشهم شيء ولأن بلادنا كانت تزخر بالخيرات المتنوعة فقد ازدهرت التجارة بينها وبين الدول الأخرى كانت علاقاتهم بالبلدان المجاورة جيدة إلا أن الفنيقيين حاولوا استعمار بعض المراكز الشاطئية ببلادنا لكن المغاربة ما لبتوا أن طردوهم وحرروها وجاءت دولة القرطاجيين وجربت حظها في استعمار المغرب لكنها وجدت شعبا حرا يعشق وطنه ويحب الحرية قاومهم بشجاءة وطردهم إلى خارج البلاد حدو إذن كان أجدادنا أقوياء لا يمكنهم العيش دون حرية الجد صحيح كانوا يحبون الحرية وما زال أحفادهم يحبونها سلوى أنا مغربية أعتز بمغربية واصل يا جدي فأنا لا أعلم الكثير عن تاريخ وطني وحضارته الجد بعد ذلك احتل الرومان والويندال بلادنا وقد كانت دولة في الرومي واقتئذ قوية لكن أجدادنا جمعوا لهم استطاعوا من قوة تنتصر عليهم وجاء البزنطيون فطار أسلافنا كعادتهم على الدخلاء وأذاقوهم ذل الهزيمة وهكذا طرد المعتدون وبقي المغاربة أحرارا رافضين للذل والاستعمار وظل الأمازيغ يدافعون عن وطنهم كلما تعرض لخطر وقد تقوّوا بمجيء الإسلام الذي حمله إليهم إخوانهم العرب وهبوا عربا وأمازيغ لما غزى الأوروبيون مغربنا ولم يهدأ بال لمغربي ولا مغربية حتى أذاقوهم الذل والهزيمة في معارك الهري وأنوال وبوغافر وفي كل أنحاء الوطن إن المغاربة دعاة سلم ولم يكونوا هواة حروب ولكنهم كانوا أسودا حينما يعتدى عليهم ولم يقضوا أوقاتهم كلها في القتال بل استفادوا من خبرة الرومان في تنظيم الإدارة والعمران وقنوات الري وأخذوا بطرق القرطاجيين والفنيقيين في التجارة وصناعة الخزف والتعدين والكتابة واستمروا أحرارا متآزرين من أجل بقاء الوطن حرا سعيدا تبنيه عقول وسواعد العرب والحسانيين والأمازيغ والعبريين والأفارقة والأندلسيين تحت الراية الحمراء ذات النجمة الخضراء حدوا هذا تاريخ مجيد كنت أجهله احكي لنا غدا عن المعارك الثلاث يا جدي إذن هنا قرأنا النص قراءة معبرة ثنائية بصوت هامس ونحتكم إلى البطاقة بالصفحة مئتان واربعة وعشرون نعم هنا دائما أنا ألح وعلاقنا مع هذه النقطة يجب أن تكون قراءتكم للنصوص قراءة معبرة تحترموا على ما ترقيم وتحتكمون إلى بطاقة تتقيم الأدائي هنا هاد البطاقة هاد عندكم في صفحة مئتين واربعة وعشرين يمكن لكم ترجعوا لها ويمكن لكم ترجعوا كذلك للفيديوهات دي القراءة على مستوى الرابع اللي كاينين في القناة يمكن لكم غتوجدوا هاد البطاقة هادي راه نقشتها بالتفصيل ثالثا أكبل خريطة كلمة شيدة إذن لدينا كلمة شيدة عندما نقول خريطة كلمة فإننا نقصد بها نوعها ونقصد بها ضدها ومرادفها واستعمالها في جملة شيدة نوعها وفعل نعم ضدها هدام وخرب مرادفها هي بنا شيدة أي بنا استعملها في جملة شيدة البناء البناء أو شيدة البناء العمارة إلى آخره السؤال الرابع أبحث عن كلمات من عائلة هوات إذن هنا كلمة هوات سنأتي ببعض الكلمات التي تضر في فلك عائلتها لدينا هوات هنا هوى ثم هواية ثم هاوين ثم مهوي إلى آخره هذه أربع كلمات من عائلة كلمات هوات ثم لدينا السؤال الخامس لماذا ليست حكاية اليوم كالحكايات السابقة إلى رجعت النص غادي نجبدو هذا الجواب كان في النص كعادته كان يحكي حكايات عجيبة وشيقة لأحفاده لسلواء نعم وأخيها لكن هذه المرة حكاية اليوم كانت ليست كالحكاية السابقة لماذا؟ نعم الجواب موجود في الفقرة الأولى إذن حكاية اليوم ليست كالحكاية السابقة لأن الجد قرر أن يحكي لأحفاده عن تاريخ بلدهم المغرب وعن مختلف المحطات البطولية التي تميز بها المغاربة في مواجهة الاستعمار عبر مرور التاريخ نعم عبر العصور سادسا أحدد طبيعة هذه الحكاية هذه الحكاية هل هي لغز أم كوميديا أم تاريخية؟ كما تلاحظون فالنص يحكي عن تاريخ المغرب إذن نعم فطبيعة النص هو لديه سبغة تاريخية سابعا السخرج من النص عبارة تدل على أن المغاربة كانوا دائما يطردون المستعمر إذن هنا لدينا ليست بعبارة واحدة وإنما لدينا عبارات كثيرة في النص من ضمنها ممكن مثلا نستخلص من النص نستخرج من النص أن هذه العبارة لكن المغاربة ما لبتوا أن طردوهم وحرروها إذن دائما فالمغاربة كانوا يطردون المستعمر ثم لدينا عبارة لكنها وجدت شعبا حرا يعشق وطناه ويحب الحرية قاومهم بشجاعة وطردهم إلى خارج البلاد هذه كذلك عبارة موجودة في النص ثم لدينا عبارة أخرى موجودة في النص وجاء البزنطيون فثار أسلافنا كعادتهم على الدخلاء وأضاقوهم دل الهزيمة وهكذا طرد المعتدون وبقي المغاربة أحرار الرافدين للدل والاستعمر هذه كذلك عبارة أنتم تستخرجون عبارة واحدة ثم لدينا السؤال الثامن أعبر عن الجمل الآتية بعبارة أخرى لدينا يكدر صف وعيشهم ماذا تعني هذه الجملة يكدر صف وعيشهم أي يفسد عليهم حياتهم وعيشهم عليهم حياتهم وعيشين ثم لدينا يزخر بالخيرات فيزخر بالخيرات أي غني بالخيرات غني بالخيرات ثم لدينا كانوا أسودا حينما يعتدى عليهم أي كانوا شجعانا وبواسلا في مواجهة الاعتداءات الخارجية ثم لدينا عبارة لم يكونوا هوات حروب أي أنهم كانوا أناسا مسالمين لا يحبون الحرب مقبلون على الحياة ثم لدينا تاسعا أنسجوا عبارة مثل لكن المغاربة ما لبتوا أن طردوهم وحررها إذن سوف نأتي بعبارة على غرار هذه العبارة ماذا يمكن أن نقول كذلك لاحظوا مني هنا إذن لكن المغاربة ما لبتوا أن طردوهم وحررها نأتي بهذه العبارة نقول لكن المستعمرة ما لبت أن انهزم واندحر أي انهزم إذن هذه عبارة نسجناها على غرار هذه العبارة ثم لدينا السؤال الموالي ماذا لدينا عاشرا أحدد الدول التي استفاد منها المغاربة في المجال التالي إذن تلك الدول التي استعمرت المغرب لفترة من الزمن كان المغاربة لا يقتصرون فقط على الحروب وإنما كانوا يستفدون منهم في عدة مجالات سوف نحدد هذه الدول انطلاقا من هذا الجدول إذن الدول التي استفاد منها المغاربة في المجال التالي إذن في مجال تنظيم الإدارة نعم استفاد المغاربة من الرومان في مجال الكتابة استفادوا من القرطاجين والفينقيين في تنظيم التجارة استفادوا من القرطاجين والفينقيين كذلك في مجال الري والفلاح استفادوا من الرومان في صناعة الخازف استفادوا من القرطاجين والفينقيين وفي مجال استغلال المعادن استفادوا كذلك من القرطاجين والفينقيين هذا ما جاء به النص سؤال 11 اذكروا زميلاتي وزملائي بعالم مغربي كان له فضل كبير في تطوير اساليب السقي. اذا اذا اذكرتم معي في النص غدير رجعوا ارجع بكم شي شوية لنصوص اه النص دي العلماء هنا المغاربة اذا ارجعت بكم شي شوية وكنتوا كتذكروا معي. ها هو النص هنا هو. هو دي العلماء هنا المغاربة. العلماء المغاربة القدامة. اذكروا معي ابن البناء المراكوشي هنا يا شوفوا معي هنا يا اه انقرأوا العبارة. انقرأوا العبارة ما فيها بس صفحة عشرة. النص ركيم صفحة عشرة. اللي اذكرتم كلكم ترجعوا له ترجعوا كذلك الفيديو. كان من بينهم ابن المدناء المراكوشي الذي برع في الرياضيات وعلوم الفلك وهو ما ابتكر حلول لعدة مسائل حسابية. كانت غير معروفة في زمانه كما وضع هندسة خاصة بتنظيم سقي الاراضي الزراعية. عامل بها الفلاحون في المغرب والاندلس. فصار انتاجهم اجودة واوفار وعملهم اسهل واسرع وضلت كتبه الى اخره. اذا هنا هنا اه ابن البناء المراكوشي هو كان له الفضل الكبير في اه تطوير اسالب السقي. اذا اذكر زميلاتي وزملائي بعالم مغربي كان له نعم كان له فضل كبير في تطوير اسالب العالم المغربي الذي كان له اه فضل كبير في تطوير اسالب الري هو ابن البناء المراكوشي. ثم لدينا السؤال الثاني عشر ماذا لدينا ما المعارك التي طلب حد من جده الحديث عنها. اذا ورد في النص نعم المعارك التي طلب حد من جده الحديث عنها وهي اه مع معركة الهري ثم انوال ثم بغافر. اذا هذه المعارك التي طلب حد من جده الحديث عنها نكتفي بهذا القدر في الحصة المقبلة ان شاء الله سنتناول حصة ثانية متعلقة ويركب واقويم الاسئلة من واحد حتى الساعة. اه نتمنى تكون راقتكم هاد الحصة وتكون وتكونوا استفتوا يا ربي. شكركم على انتباهكم دمتم في حفظ الله ورعايته وإلى اللقاء.